هم شباب من مختلف الأعمار تجدهم منتشرين في هذه الحقول يجنون مادة البازيلاء أو ما تعرف محلياً بالجلبان حيث وجدوا من هذا النشاط فرصة للاسترزاق رغم مشقة الصيام الخدمة هكذا أنا نبكره التعب نبكره مسحور أنا نخدمه أنا نجيب وقفة الغري هكذا شو التعبل هو رأسورته في رمضان أنا نبكره من المسحور ثم نبكره من المسحور وننقلوش وننقلوش بلادنا وننقلوش بلادنا وننقلوش باحد ما يعتاكش نظن شوية شوية كعرف مصروب قوي نهارو مية وشنة عرشة ديلك مدلك والو ما زيد مراكاين كل شيرهم غالي هيا رأنا نقلوه الحمد لله هذي خدمات عنا هذي على الجبان ومغادر أننا قاعدين لقفر ورفقائه يجرعون في النشاط بعد الصحور مباشرة يعملون لفترة تقارب الخمس ساعات كل هذا من أجل توفير مصاريف الشهر الفضيل ومستلزمات العيد بعض السبعة مكمسين السبعة تكون خمام مرش ونصع سابقا لا في رمضاء ونستمرون لحقة حمامة تلزروا ولكن عندما يكون يتглий بعض أسزال إنه خدموا أردنا من حقا ونصف وانا يقوم بذلك وانا يصبح باب ونصف لم تمنحهم مشقة الصيام في المطابرة وسط هذه الحقول وهي عبارة عن خدمة يقدمها أولاد أصحاب هذه المستثمرات من أجل توفير مصاريف عائلتهم من جهة ومادة يكثر عليها الطلب في رمضان من جهة أخرى